أعلنت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة ران الفارس عن تسلمها لتقرير اللجنة المكلفة بإعداد برنامج دعم العمالة الوطنية في العقود والاتفاقيات الاستشارية التي تبرمها الجهات التابعة لها الفارس أوضحت بأن توصيات اللجنة ستدخل حيز التنفيذ بموعد أقصى شهر سبتمبر المقبل مشيرة إلى أن اللجنة رفعت مجموعة من التوصيات المتعلقة بتكويت العقود والاتفاقيات الاستشارية التي تبرمها وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة لرعاية سكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشكل يهدف لتطبيق عملية التكويت وتوفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية